حالة من التوتر والقلق عند كل الناس ناس كتيرة مش فهمة الانتخابات اللي احنا دقين عليها دي هنعمل فيها ايه مش عايز اقول ناس كتيرة وطلع نفسي برر الحدوطة لانه انا من الناس اللي بتدعي انها فهمة وامتبعة وعارفة اللي بيجروا فتكة جدا بس فعليا الانتخابات مطب يعني لازم اعترف ان انا اول واحدة وقعت فيه وبيتش فهمة يعني ممكن قلتلكو في اول حالة نهار ده رعمل اشوف صور ودعاية بتاعة الانتخابات ومش فهمة ده قايمة ده ولا ده الواحدة ولا ده معمين ولا ده عمال ولا فلاحين ولا نفي يعني دونيا مناخباطة جدا ربنا يعدي الوقت اللي جاي على خير بس خلونا نفهم مبادرة مهمة جدا بتشتغل تحديدا على مساعدة الناس امثالي وامثالكم ان هم يعني يعدوا الانتخابات دي على خير خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن ضفنا النهاردة وعن هذا التنظيم او هذا التكوين بشرفنا يكون معنا استاذ محمد واكد وهو عضو المكتب السياسي بالجابهة القومية للعدالة والديمقراطية نهارك سعيد يا فانت اهلا وسهلا نهارك نهارك سعيد محمد سعيد محمد ممكن حاجة بس اتكلمنا الاول قبل من اتكلم فأي حاجة عن جابهة الجابهة القومية للعدالة والديمقراطية ايه هي اهدافها وكيف تكوينت يعني بريف بسيط عنها يعني الجابهة تكوينت في التحرير تقريبا في التمنتاشر يوم مجموعة من الناس بتشتغل مع بعض انتماءاتهم الفكرية والاديولوجية مختلفة فجوم عايزين يكملوا شغله مع بعض انت عاش تعمل اي شغل جماعية اما بتعمل مثلا بتبقى متفق فكريا واديولوجيا مع مجموعة فبتروح تعمل حزب او عايز تساعد الغلابة ومش عارف ايه او تساعد في بناء المجتمع بطريقة المجتمع المدني فبتعمل جماعية لما تكون مختلف مجموعة من الناس مختلفة بتعمل جبهة جبهة او اقتلاف افراد التنوع الاديولوجي والفكر جواها فانت منتاش حزب لكن لازم تكون متفق على مجموعة من المبادئ او الاهداف فاي حد متفق على الاهداف او المبادئ دي بيخش الجبهة والاهداف بتاعت الجبهة تحديدا هي الدفاع عن مكتسبات الثورة وتحقيق مطالبها اللي ما تحقيتش الغد الوقتي وبنقسمها لمجموعة من الاهداف اول هدف الترسيخ الديمقراطية واحمايتها في مصر بمعنى انتخابات سليمة قوائم حقيقية انتخابات نقابية سليمة يعني كتير من اللي ما بيحصلش دلوقتي للأسف سياسة خارجية مستقلة ووطنية العهد الانبطاح ده راح خلاص المفروض ومايرجعش فده احد المبادئ ايه فرق بين الجبهة والحزب يعني الفرق الاساسي بين الجبهة والحزب هو ان الحزب بيبقى فيه انسجام فكري وعقائدي واديولوجي يعني انت بس تقولي الحزب ده بيقول اسلام هو الحل او الحزب ده بيقول اشراكيها هي الحل تمام؟ ولازم نشتغل على توزيع الدخل بالاساس او منهضة الاستعمار بالاساس او حزب تالت يقول لا الحريات الشخصية والفردية هي الحل الليبراليين مثلا طول ما انت متفق ده ومنساجم اعمل حزب اعمل حزب انما لما بيبقى عندك واحد بيقوله اسلام هو الحل واحد اشتراكي واحد قومي واحد لبرالي والاربعة عايزين يشتغلوا على ترسيخ الديمقراطية بتعمل جبه اتلاف او جبه او شبه او على مجموعة من الاهداف فاحنا عندنا مجموعة من الاهداف زي ما قلت ترسيخ الديمقراطية وحمايتها السياسة الخارجية العدالة الاجتماعية دي اهداف تجمع كتير من الطيارات فبتسمح بدخول ناس كتير قوي للجابهة كل واحد يبقى في حزبه بعد كده لما يجي رهن على حزب طيب استاذ محمد خليه بس نتكلم بقى من انا فهمنا انتو ايه اهدافكو بشكل عام انا عايزة اتكلم عن المرحلة اللي احنا داخلين عليها وهي مرحلة الانتخابات وانتو بتشتغلوا بشكل مكثف الفترة دي على اهمش عايزة اسميها وعي الناس بس مساعدة الناس انها تعرف تنتخب ولا ايه الانشطة اللي انتو بتعملوها وايه اللي بتعملو دلوقتي حالا علشان تهياءوا الناس في مرحلة الانتخابات اللي احنا داخلين عليها اخر الشهر احنا طبعا الانتخابات دي بنعتبرها جزء من العمليات الديمقراطية بصفة عامة فعندك الانتخابات دي وعندك الدستور وعندك انتخابات النقابات فدي احد الاهداف الستة او السبعة بتوجبها وبنحاول دايما نحطها في موقعها اللي هي فيه سواء من حيث موقعها في الجدول الزمني او من حيث موقعها من حيث الاجراءات وايه اللي هينتج عنها من حيث موقعها في الجدول الزنمني بنحاول نفاهم الناس ان انت ما بتروح تنتخب بتبقى بتقول انا بنتخب مجلس شعب بتقبل ضمنيا الجدول الزمني اللي فيه انتخاب مجلس شعب وبعدين انتخاب مجلس شورى الاتنين يجتمعوا على اخر مارس الجاي عشان يدعوهم المجلس العسكري لوضع لتسمية لجنة تأسيس الدستور لجنة المية اللجنة دي تاخد ستة شهر عشان يعملوها يتفقوا عليها وبعدين ستة شهر اللجنة دي تحط الدستور وبعدين يستفتونه فاحنا بنتكلم في مارس الفين وتلاتاشر وبعدين يستفتونه بعد ما يستفتونه يحلوا المجلسين عشان يعملوا واحد على الدستور الجديد فالناس لازم تفهم اولا انت رايح تنتخب ضمنيا بتقبل الجدول الزمني ده اللي هو تقريبا المرحلة الانتقالية تنتهي في حدود الفين واربعتاشر تقريبا اخر الفين وتلاتاشر يعني اي حاجة بتقال غير كده لازم الناس تفهم انه مش صح بمعنى هجيب الرئيس بدري ما ينفعش لانه ما فيش دستور والدستور هو اللي بيقول صلاحات الرئيس ده كزا صلاحات المجلس ده كزا لو جبت الاتنين من غير صلاحيات والاتنين منتخبين والاتنين اللي هم سلطات خناقة وما تقدرش تقول مين اللي صح ياما انا ماشينا عدستور 71 دمنيا برده ياما تروح تجيب دستور 71 وكل اللي عملناه عشان قلنا هجي نشيل دستور 71 لازم تروح تجيبه تاني وهنا بيبقى فيه سؤال مهم مين اللي هيقول نجيب 71 ايه سلطته فالانتخابات دي فيها مطب في الجدول الزمني بتحدي في الجدول الزمني اللي بعيد ده بادئ زي بادئ بادئ زي بادئ طب بقى بمناسبة المطبات يعني فيه عندنا مشكلة تانية ظهرت على السطر وهي ان بعض الخبراء عملوا قياس للوقت اللي هيحتاجه الناخب عشان يدلي بصوته فكاية النتيجة ان الناخب هياخد له من حوالي 4 ل 5 دقايق وفيه احد الزملاء قال ده نظام يباني بصراحة ويعني انا مش مختنع مفيش حد مختنع ب4-5 دقايق دي بس لو سلمنا انه ب4-5 دقايق يعني الساعة فيها حوالي 15 فرد هيضلب اصواتهم يعني حوالي 200 شفص في اليوم في الصندوق يعني في الصندوق اللي هو مفروض ياخد 1000 صوت يعني معنى كده ان اول 200 بني ادم هيروحوا ويقفوا هم دول اللي يخشوا يعملوا يضلب اصواتهم ده دي هنحلها ازاي مش كده بس وممكن حد يخلص الصوت ويقف في الطبور ثاني عشان ياخد وقت فيغلس شوية ويطول الطبور فيه لعبة متلعة لا هي ده 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 اصغر مطب ده اصغر مطب المطب الرئيسي في الاتخابات هو ان المجلس الشعب عشان ما فيش دستور فملهوش صلاحيات صلاحيات ومستمدة من البيانة الدستورية على وهو انه يباشر سلطات التشريع تمام والموازنة العامة للدولة ولجنة المية المفروض انه هو لجنة المية بالزبط لا هو عشرين بس هيختاروا منه لا لقصد اللجنة كلها قبل مبادئ الحجمة طيب كان له ده ملوش اختصاصات بمعنى في الدستور القديم كان ممكن يحسب حكومة كان ممكن يسحب ثقة بس نعم لا بغد النظر اه السلطات اللي موجودة له كان ممكن يعمل ده او ده كان ممكن يشرع بمعنى هو يعمل قانون في البيانة الدستوري لازم مشروع القانون ييجي من مجلس الوزراء المعين اتنين كان زمان في الدستور القديم الرئيس الجمهورية من حقه يعترض على قوانين مجلس الشعب ما يصدقش عليها لكن مجلس الشعب لو مع التلتين يقدر يمر القانون غزبا عن رئيس الجمهورية بالوقتي دي تشالت كمان فهو لا هيعرف يشرع ولا هيعرف ايه ده بحكومة ولا هيعرف اساسا يتحكم في مصروفات الدولة فانت الوقتي عايز تختار مرشح اهم حاجة في اختيار المرشح بتبقى هو هيقدر ينفذ ايه فانت بتلاقي برامج كبير اوي وهنعمل وانت انت اسم عندكش صلاحات تنفذها ازاي بقى فانت مفروض لأول مرة في التاريخ بتروح تختار ناس مرتحلو غير محددي الصلاحات عشان يعملوا حاجة انت مش عارف هي ايه ولا هم عارفين هي ايه هتتحدد بعدين ده اول مطب والناس مش واخدة بالها فانت ممكن توعد المرشح ممكن ايه وعد كتير اوي بس في النهاية مفيش ولا واحد فيه ميقدر ينفذ الكلام ده وحاجة متنيني هو مش فهم البيانة الدستوري والقوانين هي اما هو اه لمعافظة يعني فيه عنده حسابات تمام فدي دي نقطة مهمة الناس لازم تاخد بالها منها الاهم من كده صلاحيات رئيس الجمهورية اتحطت كلها زي ما هي وتضاف عليها بند واي صلاحات نسيناها قانون تضاف لرئيس الجمهورية شميعنا في مجلس الشامعة ماتوش كده خلوها سطر وشالوا منه الصلاحيات طبا استاذ محمد ملحدك بتقولوا ده انا كنت فاكرة انه الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية بتشرح للناس يروحوا انتخبوا ازاي وما شابه بس اللي حدك بتقولوا ده حدك كده عايزنا ما نروحش ننتخب يعني حدك سألتك هنعمل ايه في الانتخابات اللي جاية حدتك عددتلي كم من المطبط والمساوئ اللي تخليني قول طب انتو عايزنا ما ننتخبش يعني هل ده من الهتاب يعني بوسي احنا لازم نفهم الناس كويس قوي ان المجلس ده عندي من الصلاحات انك بتقبل بتاعدي حلو عايز تروح تروح بعد كده انت حر بس ما تبقاش عايز تروح تختار واحد بيقولك انا بكرة هعمل قانون حد أدنى وأقصى الأجور وهو ما عندوش الصلاحات دي وتصدقوا انت حر طبعا انا شغلتي اقول لك المجلس ده لا عنده الصلاحات دي وبالانتخاب ده انت تقبل امتداد المرحلة الانتقالية الى اواخر 2013 او او اول 2014 السؤال بسيط موقفكم ايه من وصيخ الدكتور علي السلمي طبعا احنا انا تكلمنا على المشاكل اللي قريدي موجودة بالباين الدستور يعني احنا عايشين فيها لكن احنا بقى بنتكلم على ايه الوطيقة اللي مولعة الدنيا وعملها مشاكل وفي مليونية بسببها الجمعة اللي جاية انتم موقفكم ايه منها وشايفين المادة التسعة ازاي تمام والعشر الوصيقة دي بيشيل الاختصاص الوحيد اللي كان للمجلس بما ان ما كانش فيه دستور احنا كان عندنا مشكلة دستور بما ان ما كانش فيه دستور فكان المجلس هيسمي اللجنة اللي هتعمل الدستور فبناء على كده اتشالت الصلاحيات قالك ده مجلس مرحلة انتقالية شغلته يعمل دستور اتشالت منه في الوصيقة دي فبقى فعلا مالوش ولا صلاحية فده اول مشكلة في الوصيقة تاني مشكلة وده مهم ان انت عندك معسكرين دلوقتي المعسكر اللي مصمم على المادة التسعة والمادة التسعة يعني ان الجيش يبقى وصي على على نفسه وعلى ميزانيته وعلى ميزانيته وعلى الشعب وعلى الدستور كمان لان فيه آلية لتسمية اللجنة اللي كان مفروض المجلس الشعب اللي يعملها في نفس الوقت الدستور الدستير بصفة عامة يعني الجنب اللي عايز يتخانق دلوقتي احنا عندنا جنبين جنب قابل جنب عمل المبادئ الحكمة وجنب قابلها وجنب بيتخانق ده عايز مجلس الشعب اللي يعملوا الدستور. مفيش في اي نظرية في العالم دستورية ان مجلس الشعب يعملوا الدستور. بمعنى انت مجلس الشعب ده عبارة عن ايه؟ عن الفائز في مباراة. صح؟ الدستور عبارة عن اصول اللعبة. لما بتيجي تعمل اصول اللعبة عمرك ما بتاخد الفائز في مباراة وتقول له انت اللي هتعمل اصول اللعبة. بتجيب كل اللعبة بنسب متفاوتة على حسب القوة والوجود. ده محلول في المبادئ الأساسيار الدستوري يعني هم قالوا عشرين من مجلس الشعب بالنسب الموجودين أنا أكلم على المعسكر الرافد المعسكر الرافد بيقول المعايز مجلس الشعب اللي يعمله فأنت بتقول لي الفائز يعني ثم أنت غلب برضه الفائز في مباراة هو لا يحدد عشان أنا اللي هفوز هم راهن أنه هو فائز لا هو برضه اللجنة المية فيه يعني هو برضه للأمينة أنه الثمانين البقيين محددين بتواقف معينة وسيتم اختيارهم عن طريق ترشيح يعني النقابات ترشح الجهات ترشح فأو عايزين يضمنوا الحقوق الجنة أه بس أنا مش بتكلم على المبادئ الحكمة أنا بتكلم على رفض المبادئ الحكمة أه بشكرا رفض المبادئ الحكمة من منطق أن مجلس الشعب هو اللي يعمل الدستور أنا رفضه المبادئ الحكمة كبوتقة من تدخلات دستورية أنا رفضها فالأسف الشديد الجابها لا هي هنا ولا هنا إحنا رفضين هذه المبادئ من حقيقة احنا عايزين المشكلة اللي مصري فيها دلوقتي المصيبة اللي مصري فيها دلوقتي عدم صح لها حيات المجلس مصيبة الدستور وكل ده نتجى عن ان احنا ممناش الدستور الاول. طبعا. لو معك الدستور الاول هذه الصلاحات موجودة تعمل انتخاباتك تعمل رئيس الجمهورية خلصت. بس عشتامل الدستور الاول كان لازم تجيب كل الفئات وترشح الى حد ما قريبة من ما يقال في المبادئ الحجم الجديدة. كل فئة بترشح ناسها وبتعمل اللجنة وهي لتحد اصول اللعبة وبعدين نبتدي نلعب. لما احنا قبلنا. نلعب. نلعب يعني بمعنى تاني. لما قبلنا نعم في التعليلات الدستورية كل حاجات بهدلت. فاحنا الوقتي بنعيش تبعات نعم بصراحة. بنعيش تبعات التعليلات الدستورية بنعيش تبعات ان احنا ابتدينا نلعب من غير محدد اصول اللعبة وبعدين عن نتيجة اللعبة هي اللي حاجة بقيت دخلة كده يعني. مش بين لها اصل من رجلين. مش بين لها اصل من رجلين. طبعا. فاحنا احنا احنا كارستنا ان احنا ما عندناش دستور ومش مش شغالين في عمل دستور. طيب. ومش شغالين في حكومة حكومة واحدة وطنية تمثل كافة الاطياف بحيث ان كله يتطمن كله يعمل الدستور مع بعضه بعدين يتنافس.